السلام عليكم البنات كده يريد لبس عليكم سبنا تكونوا بخير وبصحة جيدة ان شاء الله ومرحبا بكم مع ام ساجة. لما ان شاء الله بغت نقدم لكم واحد الحريشات الصغيرين اللي كي يجيوا جد رائعين. هدا وش كل نهائي ديالهم بعد ما موجدوا لي بغت نوريكم كي سيجيوا آآ بصدر الدجاج والزعتر والبصلة. يعني كنخلطو كل شي في مرة ونطيبوهم في مرة ما كياخدوناش بزا في ديال الوقت وديال المجهود. ولي كيعجبوكم الفيديوهات ديالي ما تساونيش بلي لايكات وتشجعوني في التعليقات باش نعطيكم موصفات اكتر. ان شاء الله نبدو مع المقادير. وطريقة تحضير هنا عندي ربعة ديال الكووس ديال الساميد للخاشين. مع جوش كووس ديال دقيق القمح الكامل اللي حيتلو نخالة ديالو. عندي اربعة ديال المثلسة ديال الفرماج. عندي شوية ديال لبزار. خمارة ديال العاجين. معلقة صغيرة ديال الملح. معلقة صغيرة ديال الخميرة ديال الحالويات. ومعلقة كبيرة ديال سقور سانيدة ومعلقة كبيرة ديال الزعتر. ربع كأس زيز السيسون. هنا الحشوة عندي اصطر دجاج وربع ديال البصلات. ومعهم شوية ديال الزعتر شوية ديال التحمارة وشوية ديال سكين جبير وشوية ديال الملح مع شوية ديال زيت نباسية باش نشحرهم. نبدو ان شاء الله مع طريقة تحضير. هادي نوضع ربع كأس ديال زيت السيسون على السميد ودقيق القمح ونخلطهم مزيان. وهنا ماشي شرط اضيفوه اه تقيق القمح. اه ممكن تستغنوا عليه وديرو غير سميدة بوحدها. نخلطها مزيان حتى ترمل عندي السميدة ودقيق القمح. بعد ديال ننقص وحدة ربع ديال المعالق فاشنا نقرس الحرشات ديالي. نضيف الخمارة ديال العجين ومعالقة ديال الملح صغيرة. معالقة ديال الخمارة الحلوية الصغيرة. ومعالقة ديال الساندة كبيرة. شوية ديال اللي بصار. هنا هيا غادي نحكو احد المعالقة كبيرة ديال الزعتر اللي كنت نقيته من قبل. كيجيوا من السمين بالزعتر كيجيوا هائلين. هنضيف المسلسات اللي قطع ديال الفرماج اللي قطع سمها كمربعات. وسقدروا اديروا اي فرماج مسواجد عندكم سقدروا اديروه. نخلط مزيان حسين الجنسولية المكونات مع بعض يسوم مزيان. هاد الابناء رها طابس عندي الحشوة. وبردس غضي نضيفها على الخالط. كيجيوا هائلين بستردشا جولة البصلة كيجيوا رائعين يستحقوا التجربة. لعجبكم الفيديو ديال هاد النهار خليولي التعليقات. وما تتساونيش باللايكات واشتركوا معي في القناة لكي يصي لكم جديد الوصفات. نحرك بزيان حسين الجنسولية المكونات مع بعضهم. ومن بعد قادينا نخلط الحرشة ديالي بالماء الدافئ. يعني غير نخلطوها حتى تتجمع بدمنا نعجنوها ولا تدلكوها. ونضيف الماء يعني عينكم ميزانكم ما تضيفوش لما بسافة باش ما تجراش لكم العجينة. آآ عفوا الحرشة. غير بها الطريقة استمروا حتى تتخلط لكم. مش شرط تديروا الماء دافئ ايه تقدروا تخلطوها بالماء بارد. ونستمر بها الطريقة حتى تتجمع عندي الحرشة. ومن نزيدو الهاش للماء يعني نديرو غير القياس. عاني نشكلها كو ويراس. ونعم المرمض ها في ديك الحرشة اللي انقصت من قبل. بها الطريقة. ونبعد هدي نشكلها في هاد المقفالة ديال ديالشيكولا. يعني هكا باش يخرجو لنا للحرشات ديالنمقها الدين وبشكل واحد. هكا نقدها بالمعلقة. هنا ندرسهما ارقاق سقدروا تديروهما يعني لحسب المقفالة كاملة ديالشيكولا تديروهما غلاط شوية. يعني لحسب المقفالة. انا يا راني رقاقصهم شوية. وسقدروا تديرو الحجم اللي بغيزو. يعني كي يجبوني الحرشة العفوة. يجبوني كي يجبوني الحرشة سكور رقيقة. انا يرقاقصهم. قدروا تديروهم على العبار ديال المقفالة يعني يعني العبار يعني حصل لفوق ديال المقفالة. انا يرني كان ديروهم يطيبو عندي المقلة سخونة. كيمشتصورة بعد ما كيطيبو كيجيوا له هاد الشكل كيجيوا محمرين وزوينين. يخطو الناش بزاف ديال الوقت في الطياب يعني غرف اللغو ان نقصوا على البوطة. من يبدو يطيبو ياخدو هاد اللون التهابي لان نجهدو البوطة شوية ونخليهم حمارو على خاطرهم رام كيجيوا زوينين. كيمشتوا هادا هو شكل ديالهم بعد ما طابو كيجيوا له هاد الشكل كيجيوا زوينين بزاف يعني ما ما كي ياخدو الناش بزاف ديال الوقت ديال المجهود كنخلطو في مرة ونطيبوهم في مرة. وكيجيوا رائعين اه خصوصا في سيدنا رمضان ان شاء الله. يعني دغية كيوجدو ما كياخدو الناش بزاف ديال الوقت وكيجيوا هائلين لا في المداق ولا في المنظر نتمنى تجربوهم تخليو لي التعليقات ديالكم. وما تساونيش بلي لايكات وتشتركوا معي في القناة لكي يصي لكم كل جديد وبصحة والراحة وشكرا.